المهم أن هذا الابتلاء وهذه المحن لها ثمرات ومن أعظم ثمراتها أن العبد يعود إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله جل وعلا ويتنبه إلى خطواته كيف كانت وإلى ماذا يجب أن تكون هذه الخطوات منها تكفير الذنوب منها رفع الدرجات في هذه الابتلاءات وأختم بقول الشاعر يقول جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي وأحسن من ذلك قول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي حتى يميز الخبيثة من الطيب